بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم؟ اليوم رح نتحدث عن موضوع اسم الممنوع من الصرف طبعا ممنوع أن الصرف هي قاعدة جديدة ما أختها زمان هو الاسم المعرب الذي لا ينون يعني ما عنده تنوين فتح ولا ضم ولا كسر ويجرب الفتحة وليس بالكسرة يعني الفتحة بدل الكسرة تمام؟ إذن هو الاسم المعرب الذي لا ينون الحكم الإعرابي إلى يرفع بالضم وينصب ويجرب الفتحة يعني بحكي اسم مجروع على مجره الفتحة ولا يمكن تنوينه يعني ما عليه تنوين فتحه ضم أنواع الممنوعات من الصرف هدل بدك تحفظهم متل اسمك هن أكثر من قاعدة للممنوع من الصرف الأسماء المنتهية بألف تأميث مقصورة يعني ثواني متل ذكرة جرحة صحارة يعني إذا انتهى الاسم تمام؟ تأميث انتهى باسم مقصور هدى تمام؟ هاي ممنوع من الصرف بقدرش أحكي مثلا عند ذكرة هادي بحكي ذكرة اسم مضاف إليه مجروع وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف شو السبب؟ أنه من الأسماء المنتهية بألف تأميث مقصورة هيك بحكي إذا إجيت وعلل سبب منع هذه الكلمات من الصرف بدك تيجي وتحكيلي لأنه هاي الأسماء منتهية بألف تأميث مقصورة فرضا تمام؟ في عندي غرقة هاي كليتها ممنوع من الصرف الأسماء المنتهية بألف تأميث ممدودة يعني كل شي فيه ألف ممدودة ألف وهمزة أخريتها هاي ممنوع من الصرف الأعلام تلات الأعلام المؤنثة تنتهي بتاء تأميث مثل فاطمة عائشة أو لا تنتهي بتاء تأميث دعا أحكي لكم الأعلام المؤنثة تقسم لتلات أقسام إما تنتهي بتاء تأميث وهاي بيدلن على المؤنث أو لا تنتهي بتاء التأميث يعني ما بيدلني على أنها مؤنث مثل سعاد زينب تسليم هذه معنا لا لفظا هاي بيسميها هاي ممنوع من الصرف بدل ما أحكي مثلا اللمساس محمد ما بيصير أحكي سعادا 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 ما بيصير أحكي ليش لأنها ممنوعة من الصرف حكيت لك لا ينون وبدل ما أحكي إنها اسم مجرور أو مضاف إليه مجرور أو نعت مجرور أو إلى آخره مجرور مجرور بالفتحة وليس الكسرة تمام مجرور بالفتحة وليس الكسرة الأعلام المذكرة التي تنتهي بتاء التأنيث مثل حمزة طلحة ممكن معاوية هاي الأسماء يا ميس هي عبارة تعامل معاملة الأعلام المؤنثة وتمنع من الصرف عشانها منتهي بتاء التأنيث انت بتفكرها أنها مؤنثة لكنها ليست مؤنثة هاي تأنيث لفظي فقط لفظ لكن حمزة وطلحة معاوية هم ذكور ممنوعين من الصرف تمام يعني نلوم صلى سيد محمد كل هاي بدك تحفظهم صيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاث أحرف تعال حرفان مثل مفاوز يعني طلع كل منازل مواقصة النشو كل جمع تكسير بعد ألف جمعه حرفان يعني فازة شو اللي نحن لهاي مفاوز حطينا نحن ألف منازل حطينا ألف أصلها من زل بعد حرفين حطينا ألف فيك مواطن بعد حرفين من وطنة بعد حرفين حطينا ألف مساكن من سكنة كل جمع تكسير بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاث حرف حروف يعني بعد بعد الألف حرفين بعد الألف ثلاث حروف أو ثلاث حروف مثل حصافير هاي ألف بعدها ثلاث حروف شياطين قناديل ثلاث حروف هاي بيسميها صيغة منتهى الجموع وصيغة منتهى الجموع هو بس فقط ه不用 هcontrolled الجمع لجمع التكسير يعني بدلا من أحكي لك عطيني جمع تكسير عطيني جمع صيغة منتهى الجموع بدك تدور على جمع تكسير هذا هو خاص صيغة منتهى الجموع بس خاص لمن لجمع التكسير تمام عندي لها حالتين كل جمع تكسير بعد ألف جمعه حرفان يعني زدت حرفين بعد ألف هاي الألف واحد نين طلع أو ثلاث أحرف هاي ألف بعدها ثلاث أحرف هاي بسميها صيغة منتع الجمع الأعلام واصطفات المنتهية بألف ونون الأعلام بمعنى الأسماء مثل عثمان قحطان رمضان عطشان هاي أسماء منتهية بألف ونون منتهية ايش معنى هاي الممنوعات من الصرف أعلام واصطفات منتهية بألف ونون هي ممنوعة من الصرف رمضان رمضان رمضانا لا يجب لأن ممنوع من الصرف منتهية السبب بألف ونون الصفات التي على وزن أفعل أعور أصغر أحمى أفعل هاي ممنوع من الصرف أسماء الأنبياء كلها مع هذا ست أسماء نوح لوط هود هدول لأنه ثلاثية ساكنة الوسط الحرف بالوسط شعيب صالح ومحمد أيضا ممنوعة من الصرف طيب الصفة المعدولة على العدد فعال ومفعل تعال نشوف كيف يعني مفعل فعال ثلاث رباع يعني الصفة المعدولة عن العدد بالقرآن الكريم ذكرت كلمة ثلاث وربع ومفعل مثنى هاي يمس هاي ممنوعة من الصرف بصيرش أحكي مثنى فعل هاي مثل همر كل شي على وزن فعل هي ممنوعة من الصرف كل شي على وزن فعل هي ممنوعة من الصرف كبر أخر زحل تمام هاي ممنوعة من الصرف ليش؟ لأنها على وزن فعل أيضا جاء يوسف طلع كيف الإعراب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة رأيت يوسف مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة هنا الإعراب حسب موقع بالجملة مررته بيوسف اسم مجرور وعلامة جري الفتحة ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف جاءت سعاده فاعل مرفوع علامة رفع الضمة رأيته سعادة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة مررته بيوسف سعادة اسم مجرور وعلامة جري الفتحة لأنه ممنوع من الصرف أنا هيك بكون خلصت الممنوع من الصرف إذن الممنوع الصرف هي عبارة عن أسماء لازم بدي أحفظها بتدلني إنه هاي ممنوع من الصرف قواعدة معينة بدأ أمشي عليها لا يقبل التنوين يرفع بالضمة ينصب بالفتحة ويجر أيضا بالفتحة عوضا عن الكسر تمام وشفته الأمثلة هذه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر